الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد قبل ما اجاب على سهلة المكتوبة في الورق لو فاجزوا عنده سؤال مباشر اتفضل او مداخل او الاعتراض ما في مانع السلام عليكم هل تتحدثنا عن شبهات الصوفية في دعاء غير الله انا من الاول طالبت بانه الناس تخش لو عاوز فرصة للنغاش لانه شايف من ولادات الاحزاب العلمانية او الشعبيين في واحدين واكفين وبعد ما انفوت من المنبر كثيرا يجي واحد يقول لك انتو ما كانت دون مجال نتكلم الان المجال مفتوح لك احنا اتكلمنا هنا عن صوفية وكرامات الصوفية اللي كانت منها شهاب قبل شوي دي دي عبارة عن خرافات طيف المبصدية وزول عنده عقل ما ممكن يؤمن بكلام زي ده الكلام ده الصوفية وكد كتبه ما خجلان منه ولا مستحين ولا بيعتبروها دي شطحات باطلة لا في كتابه الان طابعينه الفين واحد عشر الكتاب ده بيعتبر اساس لاكبر طريقة في السودان الطريقة السمانية كتاب اسمه قلائد الذهب وفواتح القرب كاتب عبد المحمود نور الدائم نحن مشاينا لقين الكتاب دبيعوا فيه في طابة بتعرفوا طابة في الجزيرة اول ما تحصل الحصحيصة في صلط ماشي كده في يا الغرب تمشي بطوالي رأسة السمانية في طابة المكتبة جوه المسجد حقهم شمادي واحد من الجماعة من الفلسفين ديلك يقول لك يا اخي الكلام ده كتبتوا براكم يا اخي انا فاضي اكتب لي عفوا زيدا وانا فاضي ما عندي موضوع اكتب كلام زيدا اتخيل معا الكتاب قلائد الذهب بتكلم معا قال عن كرامات واحد اسمه الدسوقي الصفحة 83 الكتاب ده عمله المقدمة واجازة النشر وزير الاوقافة السابق اسمه مين الكباشي كوز اتخيل جوه قال من كرامات ابراهيم الدسوقي انا ده يديك واحدة بس تتأكد انه استصوف ده ما دين ابدا واحدة بس قال الدسوقي بيتكلم قال انا موسى عليه السلام في حملاتي انا موسى عليه السلام في مناجاتي اتخيل معايد الدسوقي شيخ صوفي قاله موسى عليه السلام موسى عليه السلام توفي زمان انتغل الى الرفيق الاعلى بدري قال انا موسى بعدين قال انا عليه السلام في حملاته كاتب كده كويس بسه منتغل قال انا اي كل ولي على وجه الارض خلعته بيدي والبسه بيدي الاولية ده لبعينهم هو واحد واحد كده كلهم تخيل بس الكلام ما انتهى قال انا مفاتيح الجنة بيدي افتح تعال جنة قاعد معه قال ده سوق مصري ده قال انا مفاتيح النار بيدي غلقتها فتحت الجنة بيجاي قال انا وقفلت النار بيجاي اخي بجملة قال من زارني اسكنته جنة الفردوس يعني بفاهم بسيط عند الصوفية السمانية انت دار تخش الجنة لا صلاة لا صيام لا بروالدين ولا اي حاجة بس تمشي زور الدسوقي في مصر هناك تمشي تزوره خشية الجنة قال يا شباب ده ممكن يكون دين الاسلام هل النبي صلى الله عليه وسلم محمد اللي اعظم من الف دسوقي واللي اعظم من جميع الانبياء هل قال لهم البزورني بيقول جنة الفردوس ابدا ما قال كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابا قيل ومن يابا يا رسول الله من المي يا ابا قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا اطعت الرسول تخش الجنة عسيت الرسول تمشي جهنم ده النظام كذا لكن الدسوقي يابلنا برنامج جديد تمشي زور القبر بتاعه قال تخش الجنة ده عبارة عن دجل وشاوذة باعلى المستويات وللأسف في بلد مدينة الكتاب ده يباع في مكتبات رسمية بيعولك عديل وتمشي انت تدعب الدواء الله جالد دين طيب عشان كده انا قلت لك ده ده التصوف الشعبين تابعين للدكتور حسن الترابي الترابي مات وده الزولة اللي بيفكر لهم الآن كان بيفكر لهم للحزب طيب الشعبين اها الترابي مات تاني اللي بيفكر لكم منو منو البنجر لكم زمان كان الترابي كل ما تمر ايام يطلع بفكرة جديدة ضد الاسلام المرأة تصلب الرجال نعدي زمن شوية الترابي يجي يقول لك عذاب الجبر ويقول لك في عذاب الجبر ما فيه افتحه ما فيه قال الجسم ده قال 70% في المية موية لما ندفنه غلاز قال بتحلل تاني تاني يلقوه وان يلقو ما يلقو في عذاب الجبر شفته ما شفته في عذاب الجبر النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ان عذاب القبر حق شفته ان ده لقيته ما لقيته شفته ما شفته ده ما موضوعنا نحن موضوعنا انه فيه عذاب جبر وطبعا هم بتخيل انه العلماء وكد قالوا عذاب القبر والنبي قال عذاب القبر بتخيلوا انه العذاب ده خاص جوا كده يعني بس القبر ده لو زول جدعوا برنا ما بيتعذب يا اخواننا سموا عذاب القبر العلماء قالوا تغليبا الغالب في الناس لما نموتوا بيجفنوا في قبور مسلم ولا كافر ده الغالب الغالب علىهم كده كويس لكن ما معناه انه العذاب ده خاص بالحفرة دي براء لا العذاب ما خاص بها لو مادوا في انتا تتعذب ولو بتستحق النعيم تتنعم وهكذا في انتا كلامي فبرضو اولاد الشعبين قال عاملين ملصق انا رسلوا لي الشباب في الصورة بتاعته في الواتساب قال ده نتكلم عن العقل السلفي الاسبوع الجاي هنا قال العقل السلفي ابن نول بتكلم عنه وانت عندك عقل انت كشعب عندك عقل اتا العقل السلفي والجمود السلفي اهه ليه جمود انا مادر فهمك ليه هم بيقولوا جمود عشان احنا بنجي نقول لهم اي حاجة في الدين ده قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا امه الصحابة التابعين تابع التابعين بنجيب الكلام ده اقوال العلماء وننقول الدين بالصورة دي هم زعلانين قالوا الدين ده مفترضوا يكون فيه تجديد يعني يعني نقعد براكذا اخلف كراحي اشرب ليه جهوة ولا اشرب بنجوية افكر كده اجيب ليه فكرة جديدة هشرف الدين هم بتخيلوا ده الدين كده كويس طيب يا شباب الدين لو بيجب الصورة دي ايزوا اللي بعين في القرآن براوا بعين في الآية كده اقول والله يا اخي الآية دي يبدو انها بتدل على ان الولد لا بدي يقعد جنب البيت في الصلاح يعني يكونوا كده بيت ولد بيت ولد بيت ولد كده فكر براكذا يعني جبت الفكرة دي طيب لو في واحد تاني واحد تاني فكر ضدها قال لا 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 ولد بيت ما يقعد جنب عط طيب الفكرة بتاعتنا والفكرة بتاعته هو الصح يأته يأتفين الصح لما تأتي تقول لي الصح المعاد دليل الدليل ده ذاته المعيار بتاع فاهموا شنو ما اممكن انا افهم لك الدليل ده كده بي مزاجي بس اجي واحد يلاقيك يديك بونية شفتك لما العينك تتزوي بالجنبة تسألوا تقول لي ما لك يقول لك قال تعالى فوكزه موسى فغضى عليه ده دليل يعني دليل ولا ما اعيه ولا ما اعيه اعيه بسرطة الغصص تقول له لا لا يا اخي ما كده ما كده ليه ما انا فهم ده كده انترت حاسب نباشنو واحد مرة مسؤول كبير خليك منه منه كويس فالمهم نعقاش تاني في الموضوع ده ذاته حامل نفس الفكرة بتاعت الجماعة ده قلت له تعارف خلاصة الموضوع بتاع الشعبين ده شنو اي مسلم عنده دين براو اي مسلم لانه انا الغران ده بيقل لي الغران ده يعني عندكم اتوا هنا بيسموه ناس المكانيكا بيسموها رو ماتيريال زي المادة الخام يلا المادة الخام دي اي ذو نشكله براو ده يكون دينه براو فيه 6 صلوات ده دينه براو فيه 7 صلوات دك دينه فيه يعرس مرة دك لا لا يعرس راجل دك ما يعرس ذاته يقول الساي كده ما اي ذو اللي بيفهم براو يا شباب لابد ده في الاسلام لانه الاسلام ده فيه شيء بيننا وبين الله وفيه احكام بيني وبين العباد كويس لابد تكون فيه مفاهيم واضحة تضبط الجميع لانه لا لا لو جينا نفكر فيه قانون خليك من ال من الاحكام الشرعية قانون الدنيا دي هل الان القانون اللي بنتحكم بيه في البلد دينا هل بيقبل انه انا جاقول لك المادة 76 في القانون انا فهمت منا كده وانت عندك الحج تفهم منا زي ما عايز ممكن كده يعني مثلا المادة 130 القتل العمد ويس زو الوضع في قتل متعمد وتمت الشروط كله ويس ممكن يجي محامي يقول لا 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 انا ما فهمت انه قتل عمد ده قتل عمد ده انا فهمت انه يدوك في كده خلاص هل بيه مزاجه يفهم زي ما داير ما بيه مزاجه اذا كان غانون الدنيا اللي بيحكمنا نحن ما بيه مزاجك تفهم زي ما انت داير فما ممكن يكون الغران ها اللي بيحكم كل البشرية ما ممكن تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم المرسلين تكون بيه مزاج الشعبين بيه مزاجهم انت عارف التراب عنده ثلاثة مراحل في صلاة المرأة بالرجال اول مرة سألوا في السعودية السعودية ما يقدر يليف ويدور كان قاعد هناك كان مش عمل فهم فتح وتجديد بيجددوا لك هناك صحي صحي دلق عندهم سيف بنظمه تمام اول مرة سألوا صلاة المرأة بالرجال قال له ما بتجوز المرأة ما بتصلي بالرجال عد زمن وجينا في البلد دي قال المرأة يجوز يجوز تصلي بالرجال بشرطين الشرطة الاول تكون كبيرة في السن والشرطة الثانية تكون متعلمة لو متعلمة تمام ومرأة يجوز يعني الرجال ما بيشتهوا وكده قال تصلي بالرجال عد عشر سنوات جا قال المرأة صلي كده بسيح حاجة اي شكل السلفة واللولة والتانية والتالثة الضوابط بتاعاتها شنو نحن لو دارينا حاكم يا شعبي تتعنى غشنا نحن ليلة من نجيتها بتفوت ايجر هناك اول من فوت يجي ولاد دينشوا كده بعرف واحد منظم كيف ذاته ولاد واحد العقل السلفي تتعنى غشنا الان المعايير المعايير اللي بيبني عليها الترابي وولاداته كلهم المعايير بتاعتهم شنو عشان انا مثلا افهم الآية صح وافهم الحديث صح شنو المعايير افهمك كده ليه ليه يعني نحن معاييرنا واضحة بنقول لك نفهمها زي ما فيهمها الصحابة وزي ما فيهمها لأيمة الاسلام لأيمة الاربعة وغير من أيمة الدنيا دي معايير واضحة كويس طيب فعشان كده انا اول حاجة بفتح لهم فرصة لو في اي واحد من اولا الشعبين اي شعبي ولا شيوعي ولا نصراني كافر ولا غير من الملحدين ينتمي هذا المنبر المنبر ده ما بينتمي لأي حزب كده ساي بس بتاع مسلمين مش كفاية مسلم بتكلم مع مسلمين كفاية ولا دار زيادة تاني إلا أقول لك الكومة الفلانية المنبر ده عنده رأي فأي حزب من الأحزاب دي لأنها كل الأحزاب في النهاية دايرة تخدم مصلحة بتاعت الحزب أبدا من الشعين الشعين دارين شنو يعني دارين في النهاية يخدموا مصالح للحزب بتاعهم وانت ماشي لحد ما تنتهي من أقصى الشمال بغالي لحد ما تنتهي في أقصى اليمين ناسا صار السنة والكيزان ووووووو الاشيولة دي كلها في النهاية داريخدموا مصالحهم يعني الزوال دائر منك تعال ورح معانا عندنا الاتماع وقعدة وشاي لبن ومتعارف شنو داريصل جنو في النهاية طيت وقع معاواع للإستمارة وأنا عضو معاكم في الحزب وسجلونه عاكم في العضوية تجي انتخابات وخش معاهم دا الموضوع أما المنبر بتاعنا دا إحنا هنا دا منبر بتاع دعوة إلى الله دعوة إلى الله بجي بقدم لك الحق وبنقض لك الأحزاب والأفكار الباطلة الموجودة انتهى الموضوع ده بمرك بفوت بياما أني معك شغالة ولا تناديني بعدين تقول لي ها أجيكم وين لا أنا ما تجينا إلا دار تجيني سأنا كمسلم زيارة ليك أخوك في الله تجيني زيارة ما في مشكلة لكن حزب وفكرة وتنتمي لنا لا 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 يا أخوانا المسلم مطالب زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة انتهى الموضوع انتهى على الكتاب وعلى السنة بتعبد ربك وحتى في عقيدتك خلاص ثاني ما في أي شيء ما تنتمي لأي فكر ولا لأي حزب قال هل محمد عبد الرزاق ولا محمود عبد الرزاق الرضواني من الشيوخ السلفية محمود الرضواني دابتها لخبطة كثيرة الغنبتها دي صحيح شغالة في الأخوان المسلمين وضد الأخوان المسلمين لكن عنده لخبطة وهو جايد ذاته في الأحكام بتاعته في الحكم على الناس وأنا أضرب لك مثال بسيط جدا لأنه زول دا مختلط في أفكاره بصورة غريبة جاب في انتغاده للأخوان المسلمين جاب الترابي كنموزج وجاب معهم محمد السيد حاج قال الاتنين دا الواحد انت كدك زول متابع حضرته قبل كده لحمد السيد حاج وحضرته للترابي الاتنين دا الواحد بتعرفهم أو عندك خلفية عنهم قول زاته عندك انتغاد وبعض الملاحظات على الشيخ محمد السيد حاج هل بفاهم بسيط هل الترابي لحمد السيد واحد ما ممكن يا أخ ما ممكن عشان تعرف انه زول جايد والأحكام بتاعته ذاته مربوبة وأموره ما موزونة عشان كده ما تشغل نفسك به طيب بيقول السلام عليكم عليكم السلام أدركت في الصلاة العشاء ركعتين هل أتم ما فاتني بالفاتحة فقط أم بالفاتحة ومعاها صورة وشكرا الاتنين صحيحات شوف انت أدركت في الصلاة إذا كانت الرباعية أو صلاة مغرب تلاتية أدركت الركعتين وأكملت الباقي لو أكملت بالفاتحة فقط صحيحة الصلاة لو أكملت بالفاتحة وصورة برضو صحيحة كويس حتى مسألة الجهر في مكان السر والسر في مكان الجهر برضو صحيحة لكن الأصحة انت دايما القائد أخذتها معاك ما أدركت أحسب أول صلاتك مثلا أدركت ركعتين فقط من المغرب من العشاء أقصد ركعتين من العشاء معناه أدركت ركعتين جهريات فاتحة وصورة جهريات أو سريات وفاتحك ركعتين شنو؟ جهريات يلا الأدركت ومنت دايما رغم هنا سريات أجعلن أول صلاتك يعني تجعلن هنا الجهريات بعد ذلك تتم إتمام معناه حجيب ركعتين بالفاتحة فقط سريات بالفاتحة فقط سريات دا الصحيح لكن لو مر الأخبطة غلطة جبتهم جهريات أو جبت معاهم صورة أو كده كله صحيح والصلاة صحيحة وما بيحتاج الجهري في محل السر أو السر في محل الجار أو صورة في محل ما في صورة كويس؟ دي كلها ما بتحتاج سجو السوء ولا هي بتعتبر من السوء في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد آية أو نحوها أحيانا يقرى الفاتحة فقط في ركعتين الأواخر ويزيد معاها آية أو صورة ما فيما يمنع طيب بيقول السلام عليكم جزاكم الله خير على الرد على كل من يتجرى على حزي صورة الإسلام والصحابة السؤال مرت على من يشككون على أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ويقولون إن عمر بن الخطاب كان ملازما للرسول الله يسلم وروا حديث واحد إنما الأعمال بالنياه طيب السؤال جميل جدا يا شباب لأنه فيه دفاعنا للإسلام في شبهة خطيرة جدا الليلة الناس بيقول لك أبي هريرة هذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة سنوات بس أربعة سنوات فقط والآن لمن تفتح كتب الأحاديث كلها من صحيح البخاري إلى آخر الكتب بتلقى أكتر راوي للأحاديث من الصحابة أبو هريرة طيب الناس بيقول لك أبو هريرة جابها لحاديث دي من وين دي للمجاربة طبعا قدرت عنه في الإسلام زي ما قال الكلام ده الترابي قال أبو هريرة قاعد كم سنة قال مع الرسول عشان نروب لحاديث دي كلها قال عشان كده لما نجيب حاديث نشوف مصلحته فيه شنو بالله يشوف السخف ده كيف نعاين قال هل عنده مصلحة فيه ولا ما عنده كويس يحاسبه بين نفس الفهم بتاعجب هجرة لليلة الليلة تجب هجرة وجاب لك حديث كده عاين فيه كويس وتلفد وكذا لأنه بكون عنده فيه راي معين عنده غرض منه لكن ما ممكن أنا ده أحاسبه أبو هريرة الصحابة الجليل رضي الله عنه انت عارف الشبهة دي رد على أبو هريرة ذاته في صيح مسلم في مناقب أبي هريرة رضي الله عنه لما في ناس تكلموا فيه قالوا أكثر أبو هريرة يعني كتر من الحديث حديث دي كثيرة جابها من وين قال والله الموعد يعني نتلاقى بعدين قدام الله قال كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيطعمني وأنا بقعد بخدم وبسمع منه الحديث قال فذات يوم يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداءه فيحفظ عني ولا ينسى يعني زول يميد الرداء بتاعه كده والنبي دار يدعو لهم قال وأصحابي من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق منظم المهاجرين من المهاجرين كانوا في السوق وإخواني من الأنصار شغلهم الغيام على أموالهم قال قاله قاعد قاله قام بسط رداءه كده النبي صلى الله عليه وسلم دا عليه قال والله ما حفظت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيته وما بيكتب أهلا رأيك شنو أبو هريرة ما بيكتب كل كل بس سمع الحديث بيحفظه طوالي ربنا أدعو كده والنبي صلى الله عليه حتى واحد من أمراء بني أمية اختبر أبو هريرة رضي الله عنه اختبارا لعله عبد الملك ابن مروان أو مروان أبو اختبره جابوا يوم من الأيام وخلى الكاتب بتاعه قاعد ورا السرير قاعدوا في السرير والكاتب قاعد وراه وبيقى بيسأل فيه سألوا عن مية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كده أبو هريرة يقول الحديث يقول الحديث مية حديث كمالهم كلين قال لها خلا سمضي يا أبو هريرة ماشا استدعوا بعد السنة الكاتب ذاك بيكتب كان أي حديث أبو هريرة يقوله بيكتبه بعد السنة جابوا راجعوا قاعد الكاتب ذاك بايه ورقه قاعد وراه هناك وابو هريرة بيقى بيسألوا من الحديث قال قبل قبل سنة ديك ذاتها. مية حديث. سألوا منا. قال ما خرم منها حرفا واحدة. ما نقصنه. ولا حرف. ده سيب تقدر علي انت? يا ذا الله ايه ناس يدوك معادلة. بس بتحفظها بس كان الامتحان. تثبيتك هيدي بالقوة. اول ما ثبتت. امتحنتها. لو سألوك عنها بعد اسبوع واحد. نزلتها بعد اللي جادة بتجيب لها خبر تاني. اه? وبعد الامتحان هذا ممكن ماذا تذكرها? شوف ابو هرير رضي الله عنه? مية حديث. كلها حافظة زي ما هي. شاكد الذهب قال هو حافظة الاسلام. حافظة. انت عارف في المسلمين ابرع ناس مرضو في الحفظ خمسة. ابو هرير الصحابي. بعده الامام الشافعي. بعده الدار قطني. اه بعديهم ابن شهاب الزهري. كويس? وايضا لعله الخامسة البخاري. خمس ديل الصنوع مافي. البخاري يحفظ ستمية اه الصحيح بتاعه. كاتبوا من ستمية الف حديث. دي اللي حافظة في دينه كلها. ستمية الف. قالوا والله ما كتفتوا السواد على بياب. الحديثة الحفظة دي كلها. يوم ما شاء الله دفتر وقعد قدام شيخ وقال له ما اللي الحديثة نكتبه. بس بيقعد كده ده. بحضر. انتهى الدارس حفظة الحديث كلها. بقى ساني ده. رجاله ده عن فلانة عن فلانة كلها. كلها. يخبرنا دات. بالمنطقة تقدر عليه. جاء في في بغداد. جال بخاري داخل. نزل في بغداد. قالوا دار يعملوا له اختبار في الحفظ. كذا شوف الشغل ده. اتا الان امشي ليف في الدنيا ده كلها بتعريفة. شوف كلام زي ده في. جابوا مية من علماء الحديث. اي واحد منهم عنده عشرة حديث. على حديث دي بقون بيقلبه. شوفتها مش الحديث عنده سند عن فلان. عن فلان عن فلان. سند طويل بيكون. بعددك الحديث المتني بتاعه انما الencieات او كده. كويس؟ اي واحد من 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 العشر ديل عنده عشرة حديث. كان المتني مع الإسناد. يعني بجيب. الاسناد بتاع انما الاعمال بالنيات. يودي له حديث هناك الحلال وبين والحرام وبين. واحد تاني يجيب بتاع الحلال وبين والحرام وبين يخدته مع حديث بني الإسلام على خمس كده البخاري جو وقفوا قداموا الأول عشرة حديث قلب وقال الأول عشرة قلبت عرف البخاري قال لا أعرفها كلها دي ما بحرفها جاء التاني التالت عشرة مئة حديث يعني عشرة في عشرة كويس البخاري قال ما بحرفها كلها الجماعة القاعدين طبعا ما فهمين العلم ده قالوا الله البخاري طلع عشرة ساعة في النهاية البخاري البخاري شاب كنا البخاري بحفظ كده في النهاية ما عارف أي شي سألو من مئة حديث قال ما بيعرف الله واحد جام البخاري نادى العشرة ديلك بالواحد من الأول انت قال له أما حديثك الأول حفظ له الحديث الغلط اللي قالوا أول شي حديثك الأول قلتوا كده هذا الحديث قال له خطأ والصحيح كذا رجعوا له للصاحب بتاعه التاني التالت المية رجع لهم كده ده أسا لو جابوا لك في فيلم هندي بتصدقوا كلام ده كده منطقيا بتقول والله ده ما منطقيا لكن في النهاية الرجال يا أخوانا ربنا حفظ بيون الدين ده البخاري البخاري ده ما صحابي ولا بلغ مرحلة بيهرير رضي الله عنه عشان كده البطعن في أبو هريرة بهذا الحفظ نقول لهم في نماذج تانية بعد أبو هريرة ودونه بكثير لو أنتوا قابلتكم حتحتاروا أنتوا ذاتكم فما غريب كون أبو هريرة يحفظ النبي صلى الله عليه وهو صحابي جليل وكان هو حافظة الإسلام فما غريب عليه الحفظة بعد ذا قالوا عمر بن الخطاب راوي حديث واحد ما راوي حديث واحد منهم قال لك حديث واحد هم دل ما عارفين ما حديث واحد لكن برضو عمر الخطاب الحديث اللي رواه رضي الله عنه ما قدر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السائل بيقول ما هي كتب العقيدة الصحيحة المتاحة كتب العقيدة الصحيحة مثلا داي كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي ناس كتار بيزهجوا بكرهوا وأهلهم حرشوهم ضد الشيخ ده بالذات لكنهم ما فهمين بس الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عنده كتب في العقيدة كتب جميلة جدا وأي زولدان يدرس العقيدة دراسة متينة ومختصرة ما انت ما متخصص ده ما مجالك تدر لك حاجة كده على خفيف تعلمك الصح من الغلط والعقيدة الصحيحة شنو تم اشتقرز كتاب التوحيد كتاب فضل الإسلام كتاب كشف الشبوهات كتاب الوصول الستة كتاب الغواعد الأربعة كتاب الوصول الثلاثة دي كلها كتب قدر كده بس كلها دي صغيرة لكن بيتعلمك بتوقع لك العقيدة بالدليل بس ما فيه كلام نجير سيوريساي نجير لا لا بس كده ودليل كده كذا ودليل وكذا كتب جميلة جدا ترجع لها انت وكتب شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم السؤال الثاني السايل بيقول ما هو ضابط التعامل مع الطالبات كويس طيب ضابط التعامل مع الطالبات انك تبقى بعيد منهم بس ده الضابط واي زول تاني ده يدخل لك حسابات انه لا لا يا اخي قرب وده لخواتك في الإسلام ولو ما قربت منه اني التبقى منه أنا الشيوعي وهي انه اللي يقرب من من زولي يعني ما هيبقى من بلاي كويس فقه التعامل مع المرأة يا أخواننا واضح في القرآن يوسف عليه السلام ربنا قال ولقد همت به وهم بها لولا أراء برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء ربنا صرف عنه السوء كيف جرى منا جرى عديل انت سيبتجر قل لك أنا جر لي من مرة يا سؤال هو القضية مش رجالة القضية الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فتنة خطيرة جدا انت الدينة لعندك ده بالزعزع لك تجي مستغيم وقوي ما شاء الله من الصباح قمت صليت الفجر حاضر وقرد غرآن وجايبه يمانيات تمام أول ما تليم فيك واحدة بتجهجي لك يمانيات قل لها وحتمشي تا في دينك ناقص ومن غير فايدة السيدة لو بتستفيد ما عليش يعني واحد يقول لك آه والله أنا قاعد وعندي صحباتي كتار وزميلاتنا طيب سؤال تستفيد شنو منين لا تستفيد شنو انت يعني قول لك لا ولو لا حد يفرق فرق ساي ما بتفرق ساي ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه الشيطان بسوقك واحدة واحدة اتنا ملقاك زول مدين وكده في الاول بيجي يقول لك يا أخي انت والله ما تبقى براك خليك مع الشولة بتاعتكم الشولة دا لقاعدين مع البنات خليك جاعد بس اتنا تزول تاغي وكده أقعد بعيد هم خلوه يقعد باقي اتنا خليك جاعد بعيد بس دي المرحلة اللولة انت رضيط فيها ايوة مظبوط جدا بيجو البنات بصافحه طبعا ما في بيت بيتين تجيب بعيد يجيب صافحه بسلم معلوم في يدينه هيجي يقول لك يا أخي ما اقول يا أخي مصافحه ما فيها حاجة يا أخ ما كده بس كلها تجي يا واحدة كده وكده ما فاش صافح يا أخ بتفتش لك حجة ضعيفة كده وحديث ضعيف ولا فتوى بتاعته واحد جبهجي تجيبك شفتها بصافح بيها صافحتها قعدت يقول لك يا أخي انت مالك مستوحش كده بعيد براك هناك تلمى على الجماعة يا أخي ان الله مع الجماعة يقول لك ويد الله مع الجماعة ومن شزى شزى في النار تلمى على الجماعة شويك بعد ذلك الشيطان بيقول لك وانس الجماعية ما في حاجة ما ايت ما تخلط براك كده قولك براك حرام انا عارف حرام براك لكن الخلط الجماعي ما كلكم مع بعض يعني فيش يعني حدعم الشنين تأعني ما في حاجة شل كده مع بعض قعدت يا زولي تونست تونست بعد داك بتقوم بشنوب بتنشن على واحدة بيقول لك دي أمرك بها هناك مشيته بغادي ومركته ومشيته الغابة ومنا لدهر الما يقوم خطوات شكده ربنا سبحانه وتعالى قال و لا تتبعوا خطوات الشيطان ليه؟ لأنه يأمر بالفحشاء وبجيك وحدة وحدة إت لو ما قبلت دي ما بجيب لك البعضية يعني قبلت دي اتأكد اطمئن معك بمشي للبعضية طوالي عشان كده يا أخوانا حدود التعامل مع النساء الابتعاد وقدر ما ابتعدته قدر ما ارتحته وقدر ما فتحت لنفسك باب لما انتقول يا أخي ما مشكلة كده أنا بعين حبك كده أنا ما درات والنز ولا كده لكن بعين بعين كده ما بترتاح أصو لأنه النظرة ما بتكفي القلب لابد تمشي الخطوة البعضية عشان كده كل ما تنظر كل ما تعبته وكل ما تغض بصرك كل ما ارتحته ده النظام كده لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك شنو أذكالهم ما بترتاح إلا تغض بصرك طيب فدي حدود التعامل بعد ذلك لو في يقول لك جروبات ومقسمينكم كده شغل بتاعه كون عندكم نصايم مين معين عندكم أي شي تشتغلوا مع بعض عندكم أي عمل كويس مقسمينكم جروبات ومع البنات كده انت لو في اختيار اختار جروبات لأولاد بغادي كويس لو ما في اختيار بس ابعد نفسك انت واتغي الله قال قبل أيام كانت هناك محاضرة في المكتبة العلمية مع دكتور عبدالحيوسف ما تعليقكم تعليقنا إنه دكتور عبدالحيوسف عنده أفكار خطرة جدا وكتبها في كتب معنا شي ستلقاه شغال في التلفزيون مفتي يجيبوا لك في برامج في غنات طيبة اللي حقاتهم هم يجيبوا هنا في محاضرات في الجامعة لكن خلاص الموضوع عنده أفكار خطيرة اللي هي أفكار نفس الأفكار الآن اللي بدينوا بناس داعش أيضا البكرة داعش وما تقول لها داعش يقول لك عوزوا بالله ما أقول لها فكت داعش الفكر ده مش كتنظيم لأنه ممكن عبدالحيز ذاته تسأل عن داعش كتنظيم يقول لك داعش دي سيئة وما تبقى مع داعش أيوا داعش كتنظيم خليوه كفكرة هو معهم كفكرة نفس الفكرة اللي بيحملوها زمان لو بتسمعوا بيوسامة بلاد اللي عمل التفجير داك والعمليات الإرهابية وغيره ومدان في العالم كله بأنه رجل إرهابي وافت فيه علماء المسلمين بأنه إرهابي عبدالحي لما مات بلاد عملوا عليه صلاة الغيب وصلى عليه واحد منهم كويس؟ وأوى ظنوا صلى عليه شيخة بزيد بتاع انصار السنة كويس؟ وبعد ذاك أسنع عليه عبدالحي يوسف ومجد وتمجيد شديد لاحظ دايما لو دار تعرف فكرة الزول انت كذي بس كنظرة دار تعرف فكري زول شوف صحبانه منه بسا في الجامعة دي لو دار تعرف أي شاب أخلاقه كيف شوف صحبانه منه يقول لك يا أخي فلان دا؟ يا أخي دا صحبانه بتاعنا البنجو يا أخي بتاعنا البنجو صحبانه إذن هو في النهاية لو ما بتاع بنجو هو رضيان بالموضوع دا فعبد الحي لما مات بلاد قال بلاد أخونا وولينا قال ولا يفرح بي موت بلاد إلا إلا قال إلا منافغ أو قال لا يفرح بي مؤمن قط ما أقول يا أخي؟ يا أخي لو كتلت بلاد ما بقى كافر لو كتلته قال لي فرحته به شوفتك؟ فده يدلك على شنون دارك دارك تفهمه إنه الفكر بتاع بلاد هو الفكر بتاع عبدالحي يوسف فأفكاره خطيرة عنده كتاب اسمه الاستبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنة ولعل هذه الرسالة بتاعت الدكتورة بتاعته هو ذاته دوه فيه أفكار تكفيرية فيه أفكار الخروج على الحكام بل بينتغد بصورة غير مباشرة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث ذاته التي تتكلم عن الخروج يهاجم عبدالحي يوسف بصورة غير مباشرة يجيب معنا الحديث ويهاجمه ويقول لك دي أفكار استبدادية مع إنه ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعموما الأفكار التكفيرية والأفكار الخالجية موجودة في كتب عبدالحي يوسف والثورات والخروج بل تأثر كتير من الشباب بأفكاره دي ومشو لنبسموا جهاد ده ومجهات في الصومال وفي مالي وفي وين حتى من الشبابة المعاكم هنا وفي خلايا بتعطينا دي في الجناح دي في الزيات الجنوبي من جامعة السودان في خلايا كتيرة تابعة للأفكار دي فينها يتأثروا بأفكار عبدالحي أو الجماعة المعاون حتى في أساسها في الكلية دي هنا أنا بعريفهم كويس تابعين للأفكار دي في أساسها معاكم في الكلية هنا واحدين يدرسوكم دراسات واحدين ما تعرف درسوا رسم ولا شو ما عارف أساسها معاكم هنا يسيموا منوخة لهم خطرين جدا حاملين أفكار تكفيرية خطرة ويجيبون لك في الجامعة هنا يعمل فيها بصاحب الطلبة ويعمل فيها حنين كده واصلوبه لطيف بتكلم معاكم براحة براحة وأحبتي وكده وهو مادة مطلوب جامعة ساي مطلوب بتاع جامعة عامل فيها تندس تقول إحنا ما قلنا الجامعة دي في مطلوب جامعة فيها تندس لابد تحضر وأنا باقرر من شنو ده مطلوب جامعة ما باجي ذاته نحن والله وكدنا الكن في الجامعة في مادة لحد ما نحن لحد ما مشينا السنة البعض يا الأستاذ ما شفته بعين ذاته ما ده مطلوب جامعة أنا بجيب أمتحي النجاعة غلاد ما نجاعة بشيله معي بمشي لكن ده عملهم شنو عامل تندس حضور ليه لأنه عنده أفكار غير شغل الجامعة وده ما أمين وده ما أمين وده ما محترم أنت جايبينك هنا بمهنة معينة وبوظيفة معينة أدي وظيفتك وتخارج شنو تقعد تغذي في الشباب بالأفكار التكفيرية وأفكار الخروج وتتمايع وبتكلم ذاته زي النسوان كلام ذاته ما كلام رجال طيب قال ما علاقة الحزب الحاكم بمشايخ الصوفية والله أن الحزب الحاكم ما عندنا معه قضية لأنه ما بجوزين أن نتكلم فيه بعد ما يكونوا مع حكام بعد دقمنا نتكلم نحن لكن مدام هو حاكم في الشريعة الإسلامية الحاكم ما تزال هيبته ولا يتكلم عنه في العالم ده شي بالشريعة يعني موش برنامج بخصة نانا أما الصوفية تكلم ما يقع أنهم قبل صوفية عبارة عن مجموعات خلاصة دينة إنك تبقى عبد للشيخ تسف التراب وكده ده برنامجهم قال رأيته جماعات من الجيش متحرك من الخرطوم إلى منطقة شنو شنو كده محملين قال بالحجبات يهلل ويكبر شالين حجبات والله شالين حجبات ده إلا يضروا رقبتهم بس لأنه اللي يموت بي حجباته دي ده ضيعه رقبته أي زول رابط لا صبيطة بتاعت حجبات ومش أناك قتله ضيعه رقبته النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل في يده حلقة أو خيط في يده كده حلقة هنا ده رابطة قال ما هذه يا رجل قال هذه من الواهنة الواهنة مرض بصيب العضل رابطة من المرض ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا شوف زول ماشى من هنا الجهاد الجهاد ويكبر وماشي ناكلها بس الحجبات ده ضيع رقبته ساي أول شي بطقوك بكتلوك بيه حجباتها يدي خد مثال واحد اسمه الجمالي جمعة خليل النايب بتاعه الجمالي ده لابستكي المية بتاعت حجبات لو أدوك لا فيه ظهرك ما بشي له من هنا لأه هنا حجبات كله مدرع طقوك يا طلقة وعدك هاتلينه هنا جنب الكبر بتاع أمدرمان ده ما بتحميك بأي شي ما بتحميك وقد تحميك لكن سحر قد يكون فيه نوع حماية لك لكن سحر والسحر ده قد يبطل لو في ذو الجنب بقرة غران السحر ده بيبطل زولك ده بيتطق والله يتبقى في التحيل لك تاني واحد بيحكي ده كان دجاله دجال عديل والحمد لله ربنا هداو وكان سببه موغف زي ده كان شغال ساي ببيع الحجبات ده النوع بعشر جنيه وبتاع جاء واحد فو ده زو الزكي ومعه وهو داير يهتدي لكن جاء بالله بيطريقة عجيبة خلاص قام قل له بحكي ليلو الده براه اسمه سليمان قل لي يا اخي الزول لجاني وقل لي يا ابو الشيخ عمل فهم حقه انت قل لي بتبيع الحجبات بعشرة جنيه واثنائر جنيه ما بيجيب لك حاجة انا دير اوديك الخليج قل له الخليج ده هناك الحجاب الواحد ده جيب قروش كتيرة جدا لكن قل له بشرط تعمله بايان بالعمل في الول الحجاب بتاعك ده وعنده قل له عجاب بتاع السكين حتى وراني رجلو زهر قل له عندي الحجاب بتاع السكين ده ما بيجي نية شي بدوقه كده جدا عن النسوان والرجال بدوق كده بالسكين في كراحية ما بيجي نية حاجة كويس فقام قال له خلاص لم النسوان وضلوك دقه ووك ولم الهيلمان والحيران بتاعين وكلهم جو كويس لما اندورت الشغلان قال بيقى بيقرى في قرآن أول ما قرى قرآن قال أنا واصل من الحجاب بتاعي ما في كلام وقال للشغل دي دين والجماعة اللي دوني لغشوني إنه دا دين وده قرآن ويس داك بيقرى في قرآن قال أنا شلت السكين مركتها وراني رجل زاتها دقيت كده قال والله السكين دي خشت للعود دق أنا واي قال بيقيت بكورك بسرق أزول بيسولي أبويا الشيخ عيب عليك يا أخي أبويا الشيخ الكلام دا ما ميجي قال بس بيقيت بسرخ قال لي ليسو حزي أول ما ودوني المستشفى الجريبة بيقى باني جزاته مافي قال لي بيخيطه فيها سعي وأنا بعيط لحد ما خيطوه كله وانتهت أول ما انتهينا قال لي يا زولي زاته ساقني وزاته داك قال لي رح معايا البيت وداني البيت قال لي تعني ما تمشي هناك وبيقى قال بيأكل فيني تمام زولي عنده جروش كل يام قال بيجيب لي ديك الفقر ما بحبه الدايكة كل يام دا اللي ديك اضرب تمام شفت كيف قال بعد زمن جاب لي كتاب السيرة بيجي بيجرى لي كتاب السيرة النبوية قال أول ما وصلنا للقصة بتاعة مصعب ابن عمير صحابي جليل كتلويهم أحد كويس وده صحابي قال سهلني سؤال قال لي يا ابو يا الشيخ لو في حجبات بتحمي مكانك تيبها ليدا قال من الوقت داك أنا الشبهات الفراسي طارت كلها وادأكدت إنه دا الحد وإنه الشغل البسوي في ونا داك شغل بتاع شيطان وده ما دين شكد يا شباب أي زول عنده حجاب وبيعتبر الحجاب دا من الدين أول حاجة يعلم إنه الحجاب دا السحر ما عنده علاقة مع الدين أبدا ما عنده علاقة مع الدين وده شعوة زودجل ولو كان دين كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام طيب أقل ما حكم الإسلام أو ما رأي في الرحلات العلمية التي تغان في السنين الأخيرة للجامعة ماليزيا مصر بحجة الفائدة العلمية الكورسات وهي مختلطة وحجة سفر الفتيات أنها رحلة ميمونة ميمونة بالله متجاهلين الحديث سفرها المرأة من غير محرم يا أخوان نشوفوا أكلمك النصيحة لو عندك أختك أو وحدة سألتك عن الموضوع دا على مسؤوليتيان أقول لا ما تمشي ولو يرفضوك من الجامعة ما تمشي وحرام ولا فيه نقاش الموضوع دا في جانب السؤال بهناك طيب أيها طيب قال لها رسالة للجان المنظمة لهذه الرحلات الإخوان والأخوات وأولياء الأمور طيب رسالتان الدارة وصلة للسامعين وليل ببلغوا ما الكلام ده ما بجوز لمرأة وخاصة خاصة الفتيات اللي بسافروا في فترات الجامعة أو بعد التخرج في رحلات علمية زي دي أولا مجرد السفر حرام مجرد السفر ولو بنات براهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم أول حاجة مجرد لنا كسفر اتنين السفر دي معاهم أولاد يمشوا معاهم من هنا وده مصدر بتاع فساد ومصدر بتاع الشر الله بي يعلم ما تتخيل أنت لو يعد الممشوا هنا وكثير من البيجو بنظموا الرحلات كثير منهم ما كلهم قد يكون في ناس قصدهم الخير وكده لكن كثير منهم غرضهم من الرحلة العلمية غرضهم الرحلة البناتية في البنات دي دارين سوقوا البنات هناك لأن الوحدة لما تستفرد بيها في بلد تانية غير البلد بتاعتك ويغيب الرقيب ويبعد الأهل ويبعد الإنسان البحاسب ويتهيأ الجو جو الفوضى اللي ماذا يبلدنا هنا بعد ذلك بيحصل أشياء لا تحمد عقبها عشان كده زيادة على الحرمة دي فيها تعرض للتألوك وانتهاك الأعراض ما بجوز لك والله أنا لو بيبتي ولا أختي أو قريبتي عندي عليها ولاية وسلطان ما أخليها لو من الرحلة دي براء بدوها شهادة بتاع الدكتورة من الرحلة دي بس تجي من هناك عندها ولا ما خلاها تمشي ما بجوز يا شباب وده انتهاك للعرض طيب اتخيل معايا اللي بيدي هناك في ماليزيا ساقة واحد وما رقبها ها تعمل شنو يعني ها وحتى أطريد تقول شنو ده مصدر بتاع فساد وشرط عشان كده الشباب اللي بنظموا الرحلات دي يتقوا الله يعملوا رحلة بالأولاد فقط يسافروا الأولاد دار تمشي ماليزيا دار تمشي غيرها في رحلة علمية مع الضوابط انت زاتك كولد انت قال الرحلة لك متاحة كولد ما اي بلد انت بتمشي لها كويس الان لو رحلة للسعودي امشي رحلة ليا مصر يا ليبيا ما عليش دي بلاد اسلامية لكن من هنا انت يقول لك مودينا كندا كويس دي زاتة ات الولد خليلبي ت الولد العلماء قالوا يقول ليا بشرطين يكون عندك دين وتقوى ما اتضغع في الفواحش لكن زل ما عنده اي دين ويقول لك بس كدين نصل كندا دي نشوف البحصة شنوناك ذا حرام علي والله ولا بقول ش ذا حرام ما يمسي كويس بعدين يكون عندك علم بيحميك من الشبهات لان هناك اول ما تصل يلاقوك الجماعة دي الكفار وتعال معانا ويسوع الرب وطوبة لمن تقبله الرب وكدت ما عندك علمه ما بتعارف ممكن يضيعوك تبقى نصراني ولا ممكن تتغشي بين شبهة وشهوة الاثنين مع بعض تجيك واحدة هناك ما زي الشغل بتاعنا الهنة دا طبعا عارفين النظام دا ما زي دي الهنة تجيك واحدة من هناك تعاين فيك كده بس النظرة اللولة بتقوش نصفة جيدة باويتها من الهيمانيات بتاعتك بس عاينت فيك ادتك كلمتين وخاصة ادتك لو قاشر لك بك كلمتين طلاتة بتاعت انجليزي وهي كده اخدت ودت معاك خلاص تقوم تقول لك اسمع تبقى معانا تمشي معاي ما تبقى معانا جد كويس اتا لو دينك رهيب بتفوت طوالي وإدال هنا تخليل الايطاليات والا الكنديات وذين زاتي مجهجاتنا نحن دين التاماتنا كريمان ساي دين دين مجهجات الشباب فكيف بيدعلك طوالي بتمشي معاه وبتركب صليب وبقف التحلة التاني بعد ذات فإذا يا شباب الرحلات العلمية دي للأولاد خطر للأولاد زاتها خطر سيبك بعد ذاك تكون للبنات ومسألة إتاحة الفوضى والفاحشة فده خطر كبير جدا الأولاد اللي بنظموها إما نظمت لبلاد إسلامية ما في مانع أو نظمت لبلاد غير إسلامية تكون بضوابط شديدة ويكون فيها تشديد في الضوابط وحماية للشباب اللي بمشي من هنا لشان ما يتلوثوا بالأفكار بتاعت الكفار طيب الصلاجات ولا يسا كربت طيب تاني ما أظن في شي ما أظن في شي من الأسئلة الجديدة عموما يا شباب المنبر ده إن شاء الله كل خميس بيكون هنا بإذن الله تعالى لو عندكم أسئلة وفضل خميس واحد منه رمضان رمضان ما بتكونوا شغالين إن شاء الله نشتغل الخميس الجاي وبعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى نلتغي والمواد بتلقوها على اليوتيوب كلها مواد وغيرها بتلقوها الحلقات دي ولو عندكم أسئلة والسفسارات ممكن ترسلوها عبر أرقام الشباب دي إن شاء الله تتم الإجابة عليها في حتات تانية وتلقوها في اليوتيوب برضو أسئلتكم ذاتها ترسل سؤالك بتلقى الإجابة عليها وبتلقاه في صفحات على اليوتيوب بس تكتب الشيخ مزم الفقيري بيجيك طوالي الصفحة وعليها الإجابات والبرامج جزاكم الله خير على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصية القحطان